نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجي الروسي جيندي جاتيلوف قوله إن موسكو لا تعتزم استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية سيطرح للتصويت في الأمم المتحدة يوم الجمعة وقال دبلوماسيون يوم الخميس إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة والصين لإدراج المزيد من الأفراد والكيانات من كوريا الشمالية على قائمة سوداء بعد أن أجرت البلاد تجارب متكررة لإطلاق صواريخ باليستية